اهلا بكم مشاهدينا الكرام وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت الخصيد في هذه الحلقة وقف مع الوجع الإنساني والشعر يخدم الإنسانية وينصهر مع قيمها وينادي بأخلاقها ويدافع عنها القصيدة حينما تنتمي إلى وجع الناس حينما يعيش صاحبها المأساة مرتين فالمرة الأولى يعيشها مهجرا عن بلده والمرة الثانية يعيشها حينما يخرج من تحت أنقاض الزلزال هذه التجربة حية وحقيقية وهذا واقع عاشه كثير من العرب والسوريين المقيمين في منطقة الجنوب التركي والذين عاشوا فكرة الزلزال الذي وقع مؤخرا قبل عدة سابيع وخرجوا منه بالكثير من العبر وكذلك بالكثير من المآسي وبكثير من الأفكار التي لن تبرح مخيلة أي منهم مشاهدينا نستضيف هنا في الأستوديو الشارع السوري الأستاذ قاسم العاني حيا الله قاسم كيف الحال؟ حياك الله أستاذ مشتاقين يعني هذه المرة الثانية التي نستضيفك فيها خلال حوالي ثلاث سنوات نعم والحمد لله على سلامتكم بعد الزلزال الأخيرة الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري ومناطق أخرى الله أستاذ نمكم ويحفظكم إن شاء الله ويحفظ بلاد تركيا وسوريا جمعين وبلاد المسلمين قاسم هذا السؤال ما بينفع أن نقول بكل بساطة بكل حقيقة حاول تحدثنا من وجهة نظرك كشار وكإنسان كيف مرت بهذه التجربة؟ كيف؟ ما الذي حصل؟ كيف عشتها؟ كانت ليلة مظلمة ليلة فوداء تحدث ببساطة تحدث ببساطة نعم ليلة فوداء يعني هي من أسوأ ليالي أشتها في حياتي ليش؟ لماذا يعني من أسوأ ليالي؟ الروب الذي يتخلى القلبك مو طبيعي يا الله يعني أنا شهدت سبع سنوات في سوريا من الحرب وشهدت عدة يعني عدة أنواع من القصف والطيران والصواريخ والبراميل ولكن لم أشهد مثل هذه اللحظة أو اللحظات التي لا تتجاوز الدقيقة نعم الروب الروب المستمر طبعا مع صراخ النساء وبكاء الأطفال كان الأمر جدا أشبه بأيام القيامة لكن كثير ناس قالوا يا قاسم أن الأمر أو ما هون على الناس أن الأمر فيه من التقادير الإلهية وكله كان بيد الله وكله يعني لأسباب قدرية إلهية لا يدل الإنسان فيها وهذا ما يهون على الإنسان ويجعله يستشعر الرحمة في مثل هذا الأحداث يعني ليس كبراميل سوريا مثلا التي كانت تنزل على الناس ليلة النهار هذا لو كان زلزال رباني أما إن كان زلزال الأمر أنا أريد أن أقول لك شيئا يعني دائما الناس يستشعرون بالزلزال الذي يأتي يعني بسبب لحظة طبيعية معينة هو في النهاية هي هذه قدرة الله عز وجل تتجلى على أرضه وبين خلقه إلى آخره لكن هذا بشكل عام يظل أهوى من المصاعب التي عاشها السوريون خلال عشر سنوات مضت نعم يا صديقي ولكن هناك اليوم أسلحة متطورة جدا هذا موضوع آخر قد تحدث زلازل أكبر من الزلازل التي شهدها العالم هذا موضوع آخر لكن نحن نتحدث عن استشعار الرحمة الإلهية حينما يكون أمرك معلقا بيد الله صحيح ليس كما يكون معلقا بيد البشر صحيح أيهما تفضل أنت على المستوى الشرس طبعا من الرحمة من الله عز وجل لذلك الأمر لا يخلو من حكمة ولا يخلو من رحمة ولا يخلو كذلك من أجر وثواب يعني ثواب في الدنيا قبل الآخرة نعم بارك الله طيب إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الشعر في مثل هيك لحظات صعبة زلزال وأمور قاسية وفقد أحبة هل يحضر الشعر هل يكون له مكان هل يمكن له أن يداوي بعض الوجع والله محال أن يحضر الشعر في مثل هذه المواقف العصيبة يعني أنا من ستة شباط لليوم لم أكتب غير بيت شعري واحد قلت فيه للسوري هزوا سماكة هزوا سماكة وحرزوا الدمعة والأرض تحتك حية تسعة يا الله لم أستطع أن أوصف شعورك حاول أن تكون متفائلاً لا تعيش التشاوم أنت لا تزال شاب لماذا كل هذا التشاوم بربك يعني حاول أن تتحدث عن الأمل عن الحياة حاول أن تفتح أبواب للسعادة وإن من خلال الأمنيات على أساس أن تصبح واقعاً في يوم ما فالبلاء موكل بالمنطقة نعم ولكن نحن جيل التسعينات بالذات ظلمة من كل النواحي أخص أبناء جيلي ما شهدوه في المنطقة العربية نعم نرجو من الله بعيداً عن كل هذه المعانات دعنا نخفف عن أنفسنا بقصيدة وأرجو أن لا تكون كلها بؤساً نرجو أن يكون فيها هو تعريف شعري تفضل أنا قفلة الأحزان خلف غمامة حمراء تدعى في الحياة القلب ويحيط في سحبي سلاسل من هواء فيسيل مني الغيب أبد دمشقي تسرحه السماء ونجمة تطفو علي وتخبو يا سلام يا حامل الأوراق يا حامل الأوراق انفض ما عليك من الغبار فقد يطول الدرب في الخطوة الأولى احتمال تعثر ولآخر المشوار حلمك يصبو يا حامل الأوراق انفض ما عليك من الغبار فقد يطول الدرب في الخطوة الأولى احتمال تعثر ولآخر المشوار حلمك يصبو كن كالشموع العاريات لشاعر يغل المشاعر كي ينام الصب سنكون للمنفى سنكون للمنفى وقود مشاعل يمشي بها التاريخ حين يشبو قلبي بلاد بالتراث تمسمرة وجدارها كتب رواها الحب وجدارها كتب رواه الحب هل الحب راوية ناجح باعتقادك أم الحب أحيانا لا يروي الحكاية كما يجب أن تكون طبعا ديننا دين محبة يعني أنا قلت في ذلك يعني الإنسانية هي المحبة بالنسبة لي نعم فمن وجهة نظري حتى نعبد الله بشكل صحيح علينا أن نتجه نعم باتجاه محبة بعضنا حينما يقول لك أحد ومثلا لو قلت كذا في القصيدة بدل كذا هل هذا يدخل بباب النقد أم بباب الذوق والرأي باعتقادك بشكل شخصي هل هذا نقد لا أنا بالنسبة لي هذه ذائقة قد تصيب وأنا كثير من الأحيان قد تغيب عن مالي مفردة نعم فيأتي بها آخر هذا شيء طبيعي جميل إذن حينما يقول أنا أقصد ماذا يا قاسي يعني إذا سمع أحدهم منك هذه القصيدة وقال لك والله لو أنك قلت كيف يحب أفضل من يشبه هل هذا يسمى نقدا باعتقادك دع وجهة نظر هذه وجهة نظر نعم أحسنت هكذا يتفق معك كثيرون ولعلي أكون أحد هؤلاء الذين يمكن أن يتفقوا معك هناك وجع ربما يعني تعرض له الوسط الشاري له وهو فقدان بعض الشعراء في الزلزال الأخير الذي وقع في تركيا أو سوريا وهناك مجموعة من يعني من ارتقوا في هذا الزلزال ربما تحتاج أن تتحدث عنهم قليلا قل ما تحب بالله خسارة الزلزال كانت خسارة كبيرة بغض النظر عن الشخصيات خسرنا كثير من الأهل والأصدقاء والأحباب المقربين جدا يعني لا أريد أن أذكر الأسماء كي لا أقصر في حق أحدهم ولكن على سبيب المثال أطرح كالأستاذ الكبير الشعر كمال فريح نعم والذي كان الذي تكلم عنه بعض المشايخ الأتراك بأن النور خرج من جسده كما وصفه المشايخ الأتراك لكثرة مدحه للنبي عليه الصلاة والسلام وكثير من الأصدقاء العزاء والصديقات أيضا كالكاتبة هناك أيضا مهند حليمة شاعر سوري مهند حليمة وحمد أخو عزيز هناك أيضا حسان حويش أعتقد وكذلك شاعر استضفناه ذات مرة في برنامجنا في بيت القصيد ألا وهو الشاعر السوري الدكتور مصطفى عبد الفتح هو متخصص في أدب الطفل وحائز على ما يزيد عن أربعين جائزة في هذا الرجال رحمة الله رحمة الله عليه طبعا الفقد أليم والخطب جسيم ولكن سنة الحياة في الله أو سنة الله في حياته وفي خلقه وعياله ماضية لكن الآن إذا بدنا نتحدث قاسم عن الشعر وجوهر وأهمية الشعر يعني لماذا الشعر يعني هل يمكن للحياة مثلا أن تتعطل لو لم يكن هناك شعراء ما القيمة المضافة دافع عن هذه الفكرة خذ راحتك طبعا شكرا هذا السؤال من وجهة نظري أشعراء صنفان الصنف الأول من يرى الشعر هو عبارة عن تعبير تعبير عن حالة شعورية فقط نعم خلينا نقول وجدانيات شخصية ذاتية أمور تمثله قضاياه الخاصة به متنفس لذات نعم أو قضاياه الخاصة به نعم والآخر الطرف الآخر أو الصنف الآخر رسالة وعي سامية نعم و جرأة قد تكون جرأة ولكن جرأة أخلاقية طبعا وهي للآخر أكثر اتساعا نعم وأذكر قبل سنتين نعم كان حدث معي أمر فقلت لذلك يكتب الشعر مثل؟ قصة خرج بعض الأصدقاء بفكرة التبرع لإحدى المخيمات نعم و يعني كما تعلم الشعر هو خبز الفقراء فقلت خذوا هذا الفؤاد وأطعموه لأهلي في الخيام فليس عندي سواه فليس عندي سواه لهذه الأيام ملكا ولست لحامل الأوجاع مجدي فخرج بعض المتبرعين وتبرعوا بإسم قاسم العاني و كان بالنسبة لي هذا أكبر إنجاز حققته فيه جميل جدا أن ربما هذا يقود إلى حديث سبحان الله بالشيء يذكر نعم هل هذا يعني أن الشاعر دوره يتجاوز فكرة الكتابة إلى التأثير على من هم حوله طبعا أن ينادي مثلا بنصرة المظلومين بمساعدة المعوزين والمحتاجين طبعا هل هذا فرض عين أم كفاية باعتقادك؟ الله أنا أشوفه فرض عين لأنه مطالب أي شاعر يتحدث عن الإنسانية من وجهة نظري حتى ممكن أنه يوبخ المجتمع في سبيل يحرك داخله الشعور الحقيقي وذكرت هذا في القصيدة التي سأقرأها عليك الآن طبعا هي قصيدة حاولت أتخلص فيها من ظلم البشري في العمق الإنساني هات نسمع والجمهور يحكم قصيدة فوضى الزمكان أفكر بالجريمة فأصعد سلم الإنسان من الأيدي أقتله لأخلو من لباس الحس والأمل سأعبر من جدار الوقت وأهرب من رسول الموت أقبل كف قابيل وأمسح سيرة الغربان فالضعفاء قد خلقوا على عجلي فلا عاشت يد للذنب لم تصلي يا سلام أنا ما مات إحساسي ولكن غبت بعالم الأحياء وعندها أيقنت أن الحب لن يقوى على الفشل سأدعو نوح للتعذيب فالطوفان لا يشفي غليل الأرض فادعو عليهم بالصهر بين الماء والمهل وأفقأ عين ذاك الفلك فارفع سقفه الأزلي ليحيى كل ذي عمل ويفنى كل ذي أجلي يا سلام تعال تعالن غربي للأرواح كي لا يستوي شر على الجودي فارتدوا مع الجبل سأنضي للعصور وأحرقوا الأجداد والأولاد علّى الأرض تشبع من سواد القلب والمقلي جميل ولن أبقي على طفل من الأعراب دون دم ولن أبقي على رجل من الأعراب دون صلي سأعصر من دم الدنيا ينابيعاً وأشجاراً ليخرج سمها العسل لعل الوردى ينبت من سياج الحلم والطلل فأهبطوا حينها للموت دون البحث عن أزلي فأهبطوا حينها للموت دون البحث عن أزلي أنت تلعب لعبة تناقض ما بين الأشياء أنت تبحث عن الأمل من خلال عبورك بوابة اليائس أو اليأس تبحث عن النهار من خلال محاولتك شق الليل والظلام وتبحث عن الحرية من خلال هز قطبان السجن وتبحث عن العدالة من خلال هز ضمائر الأحياء لينظروا إلى مأساة الأطفال والكثير من الناس الذين يستحقون أن ينظر إليهم الكثيرون بعين الرحمة أحسنت أحسنت يا قاسم بعد هذه القراءة الدسمة لابد من استراحة سنخرج إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام فاصل قصير بعده نواصل ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا هنا في الأستوديو الشائر السوري قاسم العاني حي الله قاسم مجدداً كيف الحال؟ الحمد لله الحياة بعدما يعيش الإنسان تجربة مريرة أو قاسية وتكون بعد تجربة لا تقل عنها قسوة بسبب ظروف معينة عاشها مثلاً في بلده سوريا والحرب وما إلى ذلك هذه تصهر الشعر الحقيقي وتصهر الإنسان الحقيقي صاحب المعدن النقي النظيف صاحب فكرة أننا بحاجة إلى إنسانيين معادنهم نقية تماماً كما نحتاج إلى شعراء وأدباء ومثقفين لكن باعتقادي الفطرة السليمة مقدمة على الوعي أم أن كل منهما مرتبطون بالآخر باعتقادك فطرة سليمة ووعي سليم أكيد يعني الفطرة السليمة مع الوعي السليم رح تنشئ جيل صحيح كلام سليم ونحن بحاجة من وجهة نظري لتحرر تحرر فكري نحن لليوم نعيش الحكم الاستبدادي من خلال تطبيقه يعني بعد ثورة قامت 12 عام لليوم نشوف الكثير من الأناس يحاولون ممارسة الأفعال النظامية الإجرامية علينا نحن كثوار تقصد أنه من الواجب أن نذكي شعلة الحرية داخل كل مننا نعم وعلى من ينادي بهذه الحرية أن لا يمارس أفعالا دكتاتورية كالتي خرج على من كان يفعلها صحيح وخرج على الظالم بسببها فلا يكون صورة مصغرة أو مشابهة لهذا الظالم ويمارس نفس الأفعال التي كان يمارسها هذا الظالم فيأتي ويمارسها على أبناء شعبه طبعا صحيح أحسنت أحسنت يا قاسم وهذا مما لا شك فيه ونحن مؤمنون به إلى قصيدة جديدة قبل أن نذهب إلى المزيد من النقاش والأسئلة اقرأ لنا ما تحب تفضل طبعا نتكلم عن سوريا ما في أكبر منها الكلام هذا تفضل جربت أن تحيا بهيئة طائر وتدور حول العالم الأثري منقارك الذهبي يحمل وردة والأرض والأرض حاقدة على السوري وعلى جناحيك الهزيلة يرقد الأطفال بعد قيامة البشري سترى سحابات السلام تزف أعمدة الدخان لموطن ناري يا سلام فسماءه السوداء فسماءه السوداء تشبه حظه غيم وينزف بالدم البشري وعلى ضفاف القهر وعلى ضفاف القهر تسكن ضبية شقراء تسأل عن حبيب الري قد كان واعدها بليل مقمر لكن على للموعد القمري يا سلام أعد هذا البيت وعلى ضفاف القهر تسكن ضبية شقراء تسأل عن حبيب الري قد كان واعدها بليل مقمر لكن على للموعد القمري يا سلام جميل وصراخ موت ثائر وصراخ موت ثائر أنا لا أريد الموت فانصرفوا عن الجوري ما دامت الأقدار ترسم موتنا سنموت بعد الموسم الشاري الله ما دامت الأقدار ترسم موتنا سنموت بعد الموسم الشاري فالحق فالحق أصعب ما يقال له انتظر لك موعد في العالم السحري والأرض والأرض تعلم من نكون والأرض تعلم من نكون فسبح الحق العلي بعصرنا الحجري يا سلام هذا اللباس هذا اللباس مضرج بالياسمين كذلك الدم كذلك الدم في الهوى السوري يا سلام يا سلام جميل جدا احسنت احسنت يا قاسم يعني صراحة هذا النص وجداني ومؤثر ويعكس تجربة فريدة من نوعها تجربة عصرتها أن واستطعت أن توثقها بلغة الشار ومجازاتك الجميلة التي لا تنفصل عن الوعي السليم الذي يمكن أن يصل إلى كل متلقي شكرا هذا النص مميز للأمانة حتى أن قافيته كانت غريبة ومع غرابتها إلا أنها كانت رقيقة ليست غريبة مستقبحة وإنما غريبة مستحبة أحسنت كثيرا وأنا هنا أعطي رأيي الانطباعي لست ناقدا ولن أكون أبدا شكرا جزيلا قاسم العفو إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الغاية من الشار يعني لماذا نكتب الشار ما الهدف ما الذي نسعى إليه حدثني عن الغاية حتى وإن كانت غاية شخصية والله يمكن جميع الشعراء يطمحون في البداية للدولة الفاضلة أو المدينة الفاضلة نعم ولكن أكيد في غايات كثيرة للشعر منها أنه يعني أحاول أجيب اللي تلم الفكرة الموجودة عن كل الشعراء ما لديك تفضل ما لديك تفضل الخلود الطموح بالخلود فكرة الخلود وهذا حق أي شاعر حقيقي هل الخلود فقط موجود لدى الشار وقصرا على الشار ممكن الإنسان أن يخلط بعطائه طبعا بأخلاقه بعلمه ممكن أن يخلط بابتكاره نعم يعني أقصد أبواب الخلود متعددة صحيح وربما أكثر من حصرها في الشار فقط طبعا أكيد ولكن هذا يعني هذا طموح الشعراء نعم نعم أما بالنسبة لي يعني أشوف مع الخلود محاولة بناء دولة صحيحة يعني أو نظام صحيح في سوريا من خلال الأدباء أو كما يقول أرسطو أنه الدولة صحيحة تقوم بالفلاسفة ثم الأدباء يا سلام جميل جدا رغم أنه أي أفلاطون طرد الشعراء من مدينته نعم ولا أعلم لماذا هل أنت تعرف نعم ربما طردهم لأنهم حالمون كثيرا ربما لأنهم غير واقعيين لكن هناك مدرسة واقعية في الشعر ألا وهي المدرسة التي تنتمي إلى وجع العامة من الناس صحيح إلى مشاكل العامة إلى البسطاء من الناس تحاول أن تترجم همومهم آمالهم تحاول أن تطبب آلامهم نعم هذه المدرسة القيمية هذه القضايا العالية هناك من يقول هناك فريق للأسف من الشعراء يقول أنه مثل هذه القضايا أكل عليها الدهر وشرب وعفى عليها الزمن ولينا أن نتجاوزها فنكتب الشعر للشعر أنت ما رأيك في هذه الصراعات كلها مجتمعة طبعا كلام هذا غير صحيح وغير سليم وغير دقيق يعني تخيل أنا في ظل هذا الزلزال هذا أكتب مثلا قصيدة غزل أو حدثني أحدهم نعم بعد يومين من الزلزال تواصل معي وما أعرفه رقم غريب مرحبا أستاذ أنا فلان رئيس القسم الجمالي في مجلة كذا نعم طبعنا عنك والحمد لله السلام يا ريت لو ترسلي قصيدة عن الزلزال وتكون إليك سابقة جديدة في المجلة أنا قد فاجأت يعني هل أنا سأكتب على مقاسك ثم إنني أنا أشت التجربة أنا يعني نحن أنا في خضم التجربة وفي خضم هذه المعانا نحن هو الخمسة أيام الأرض لم تهدعي وتتعامل معي كما لو أنني أنا في قصر مرفه وأشاهد الناس من خلال نعم شاشة عملاقة وأتخيل فأكتب من أجل الناس الذين مثلا يرتقوا في هذا الزلزال ومن أصيبوا به نعم كيف تريد لي أن أنسلخ من الواقع الذي عشته من الألم الذي مررت به وتريد أن أغيب كل هذا وأنسلخ منه وأكتب نصا على مقاسك ومقاس مجلتك أمر غريب صراحة للأمانة يعني هناك من الناس للأسف عينة أحيانا أو يعني فئة ترى أنها منفصلة منفصلة عن العقلية شعوريا حسا عن معاناة الناس صحيح يظنون أننا نعيش مادة رونا كأدوات أو ريبورتات يعني أو يعني إنسان بشر آليين يعني لا حراكة فينا ولا روحة ولا شعور هذا للأسف موجود صحيح ولكن مما يهدئ الروح والقلب أن الكلمة النقية حاضرة وأن القلوب الغضة صابرة وأن المشاعر لا تزال زاهرة وحتى نرويها بماء الحنين وماء الحب الذي يعني لن يكون آسنا نحتاج المزيد من الشعر من أجل اتساع الحياة وحتى يصبح الكون أكثر رحابة وسعى إلى قصيدة جديدة يا قاسم صدق عن الحنين عن الحنين عن الحب عن الأمل عن السعادة عن الوطن عن الماء لا بأس تفضل تغريبة الماء مالي على بؤد الأحبة حيلة لكن صبري في الحياة جميل أشتاق أمي يا فرات أشتاق أمي يا فرات وحظنا من كل شوق شاعر وقتيل يا سلام واجعي عليك معذبا والله يعلم لا يحيد عن العذاب رسول الله قلبي على كف الزمان مقلب والحب يعظم لا نراه قليل الله خذني خذني إليك لعل حلما صادقا يبني السلام على السلام ويطول خذني إلى أولى بنات الحي أولى الأغنيات وقل لهن عليل وسل الهوى هل مات بين ضلوعهن أمن طوا خلف العناق فصول ما زلت معنيا ما زلت معنيا بآخر دمعة أغرت شفاه الضامئين أقول تبا لورد العاشقات تبا لكل العاشقات فكيف لا أهوى الفرات وبينهن أسيل عتبي على كل الحياة وطعمها الملحي إذ غش الحلاء بترول فلننفض الدنيا فلننفض الدنيا فليس لأهلها أهل وفوق ترابها قابيل يا سلام يا سلام القصائد التي تكتبها مؤخرا يا قاسم فيها يعني انحياز إلى الإنسانية البحتة المحضة الإنسانية التي لا تعترف بلون ولا قبيلة ولا جنس الإنسانية التي تتحدث بلغة العامة بلغة الجميع نعم هل على الشعر أن يكون جماعيا حتى يصل هل هذا واجب؟ يعني من وجهة نظري أنا أشوف أنه الشعر لازم ما يتصنع يكتب أي شيء يحس فيه نعم فأنا اليوم وقدت أكتب واجع الناس لأنه أنا موجوع مثلهم فأكيد أنا ما نقاعد بأمريكا وأمتفرج عليهم أنا عايش هذا الوجع معهم فلهكذا نجبور أنا أطلع هاي الطاقة السلبية اللي عندي الناس واللي عندي فأنا عايش واجعهم بالأخير أحسنت أحسنت يا خاسم الآن إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الواقع ومدى يعني مقدرة الشعراء في واقعهم على ترجمة هذا الواقع هل هناك ترجمة حقيقية باتقادك يعني مثلا وقع الزلزال هل كان هناك فعلا حراك ثقافي يعني ينسجم مع هذا الواقع الذي حصل يترجمه بلغة الكلمة أو أقل القليل بلغة الإحساس هل هذا يحصل باعتقادك واللهي أنا يشوف الشعور الذي حصل أكبر من الوصف ولا يستطيع إنسان حي أن يصف ذلك الألم إن كان في شتى الوسائل يعني وليس فقط الشعب أفضل شعور إنساني باعتقادك في مثل هذه اللحظة كان لازم كل إنسان صاحب ضمير حي يفعله ما هو محاولة أنقاذ الناس محاولة الإنقاذ يا سلام طبعا حاولوا كثير من الشباب السوريين في تركيا والذي لا يستطيع مثلا أو في بلد آخر عليه أن يتضامن وإن بالكلمة طبعا وإن بالدمعة طبعا وإن بالمؤساة صحيح لا أن ينفصل تماما كمن تحدثت عنه صاحبك الذي طلب قصيدة على مقاس ما نعم أحسنت يا قاسم أكيد سنستمع إلى قصيدة جديدة ولكن بعد استراحة قصيرة ومن ثم سنعود لنتابع هذه الحلقة مشاهدين الكرام دعونا نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نتابع هذه الحلقة فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الفقرة الأخيرة من حلقة هذا الأسبوع من برنامج بيت القصيد أعزائنا المشاهدين سعداء جدا بمتابعتكم وكذلك رفقة الشعر السوري الأستاذ قاسم العاني أهلا قبل القصيدة إن أردت أن تضيف شيئا ما متعلقا بموضوع الزلزال لأننا سنتجاوزه إلى موضوع آخر الله الأفضل أن نجلز الفقرة أن تود أن تقوله في هذا الجانب أنا أريد استثمار فكرة أنك عشت هذه الحالة ونريد أن نفهم ليس ما حصل لا وإنما شعورك أن نفهم شعورك كونك الشاهد عاصر وعايش وعانى هذه المعاناة والله هذا هو السبب هي رسالة شكر فقط لا أكثر للناس التي تكاتفت مع أهل سوريا وأهل تركيا في هذا الزلزال ولحظنا فزعات جميلة جدا ووحدت الشعب العربي أحسنت إلى القصيدة نسأل الله الرحمة لمن مضى في هذا الزلزال وقضى والشفاء لكل المصابين وأن تلم الجراحات سواء في تركيا أو في الوطن العزيز على قلوبنا جميعا سوريا تفضل إلى القصيدة طرف من الريح يختار الهوى قدرة فيعبر الشمس بحثا عن فم الشجرة يلم أوراقها الملقات في عتب لينثر الحب من أنفاسها العطرة يا السلام في قوسها عرج في قوسها عرج ما هز أرجله إلا ليوقد شعري بعدما أسرها الله عليك أنا وأنت مصابيح يعلقنا نجم الغرام على خيطانه الحذرة نميل عطفا على الريح التي حملت أسرارنا للهوى واستبدلت صورها وغسلت زيتنا بالنور فاتحدت رغاه والعطر والبلور والشذرة فتخلق الكوكب الدرية سوسنة نامت على كتف الأوراق معتذرة وموجة في مهب الريح تعرفني قالت ألم تشهد التلقيحة قلت ذرة قالت خذ الخشب المرمية نفض قالت خذ الخشب المرمية وابن به سفينة الحب في التعريف والنكرة الله ستركب البحر في عينيه أغنية كانت تمر على فيروزها الخضرة كذلك الروح كذلك الروح حين القلب يألفها ترى وتسمع عزف الدلوي للسحرة الله الله حفيفها حفيفها وليد الخضراء فوق يدي وقبلة من غلاف الأرض للبشرة جميعهن انتموا للماء حين رأوا ماء العيون فشال النور عن شرره البسمة اقتمرت البسمة اقتمرت فانزع ردائك وازرع فكرة الذئب في أجوائها الخطرة لملم شتاتك فالأحلام سيدة تأتيك في العمر شريانا بلا خثرة الماء والشجر اختارا لنا وطنا لا جمرة في روابيه ولا عثرة فاركع لعصرك يا قلبي على ثمر له بحبك وجد ضامئ عصره وامدد يديك إلى صدر الحياة ونم عساك تقطف من أضلاعها الثمرة عساك تقطف من أضلاعها الثمرة وما أجملها من ثمرة وأحلاها وأنضجها أحسنت كثيرا يا قاسم شكرا يا زينة إذا أردنا نتحدث أو تتحدث لنا قليلا عن مشروعك لهذا العام المشروع الأدبي أو الشاري أو المتخيل أو المأمول تحدث بكل صراحة ما الذي ترجوه أن يحصل ماذا تنتظر قمنا في العام الماضي نحن نخبة من الشعراء الموجودين في الجنوب السوري الجنوب التركي عفوا بتشكيل جمعية جمعية نخبة الأدباء والمثقفين نعم ونطمح في استمرارها إن شاء الله بعد تجاوز هذه المحنة نطمح في استمرارها وإقامة أعمال أكبر طبعا بالتعاون من فترة تم توقيع بروتوكول مع منظمة تابع على اليونسيف وإن شاء الله نتأمل أنه نقدم أي شيء يخدم في الدرجة الأولى الأدب وفي الدرجة الثانية الشباب الطموح اللي معما يوجد مكان يستقبله الجمعية ما اسمها؟ قل جمعية النخبة جمعية النخبة للثقافة والأدب للأدباء والمثقفين جمعية النخبة للأدباء والمثقفين نعم هذه غير الجمعية السورية للثقافة والأدب نعم هذه مختلفة جمعية أخرى كلمنا أكثر عن جمعية النخبة نشاطها دورها برامجها اهتماماتها طموحاتها لا بأس طالما أنك من القيمين والقائمين على أمرها نعم طبعا هي جمعية قامت على بعض الشباب المثقفين الشباب طبعا المقصود في الشباب فتين وفتيات قمنا بطرح الفكرة في السنة الماضية وحاولنا قدر الإمكان استقطاب الشباب اللي يعرف كيف يتجه من المؤسسون؟ المؤسسون أو الأبرز الإداريين نعم أبرز الإداريين الأستاذ أحمد المونة رئيس الجمعية والأستاذ فاطمة حسين وهي قاسة سورية نعم والأستاذ حسن قدر شاعر سوريا أيضا نعم صديقنا ونعرفه نعم وأنا قاس من عندي استضفناه سابقا مثلكم في بيت القصيد ونرجو لكم كل توفيق وأن يكلل الله مسيرتكم بالنجاح الذي ترقبونه أكثر وأن تتواصل هذه المسيرة مثل هذه المشاريع تثبت أننا متشبثون في الحياة قادرون على العطاء ما زلنا يعني نتشوف الأمل الذي نستحق ونسعى إلى انتزاعه وإن من بين براث شبح اليأس أحسنت يا قاسم ربما جاء الوقت لنستمع إلى آخر قصائد هذه الحلقة فاختر لنا نصا يكون عيدا لنهاية هذه الحلقة ويصلح ليكون مسك ختام تفضل والله ولا أجمل في الكلام عن الأم لا بأس تفضل ذات مرة قالت لي يا ابني مشتاقت لك يا سلام ما أجمل حديث الأمهات يا قاسم فدمعت عينها فما كان أمامي إلا أن قلت لها أتبكين يا عمري دمات شعرا أتبكين يا عمري وماذا سينفع محال اللقاء المبعدين وموجع يا سلام كأنك يا عيني ذبت بأضلعي فلم يبقى لي بين الجوارح أضلع كأنك يا عيني ذبت بأضلعي فلم يبقى لي بين الجوارح أضلع أحبك أحبك والأحجار خلف مدامعي ستشهد بالعينين أني أدمع بضعف عيوني بضعف عيوني وارتجاف أصابعي أحبك يا أمي وشوقي يا يلسع لقد كنت أرضى بالقليل كأنما أزف دموعي في هواك وأقنع وقلت ثقوب الناي فانتشر الهوى كما ينشر الإيمان حين يجمع أعيد هذا البيت تفضل وقلت ثقوب الناي وقلت ثقوب الناي فانتشر الهوى كما ينشر الإيمان حين يجمع تعالي بحلمي تعالي بحلمي لا تغيبي عن الشداء فوردة عمري قد تغيب وترجع يا سلام فيا جارة الله فيا جارة الله غرسيني وردة بشعرك فالحلم الجميل مرصعوا ولا تتركيني ولا تتركيني ولا تتركيني ولا تتركيني تائها بمحطة تعارك فيها الراكبون وطبعوا أنا يا حياتي نجمة وبداخلي أهازيج موسيقى وموت مقنع وريشة فنان ورقصة حالم ونظرة مشتاق وحزن مبرقع يا سلام وأنت التي فوق السماء تربعت وأنت التي فوق السماء تربعت ونحن بقايا من عيونك تلمع وأنت التي وأنت التي فوق السماء تربعت ونحن الذين ونحن بقايا من عيونك تلمع فكوني لهذا الليل مفتاح صبره فشمسي من عينيك يا روح تطلع فكوني لهذا الليل مفتاح صبره فشمسي من عينيك يا روح تطلع يا سلام يا سلام يا سلام ما أجمله من طلوع قرأت هذه القصيدة أنت على الوالدة؟ نعم ما الذي جعلك تكتب هذه القصيدة؟ هل ممكن لموقف واحد أن يفجر كل هذه الطاقة كل هذه الكوامن كل هذه الأفكار؟ طبعاً هل يمكن لكلمة واحدة اشتقت لك أن تقود إلى قصيدة كاملة؟ تقول لي اشتقت لك ولا حيلة لدي ولا حول والملامح تتكلم والنبرة تتحدث بما لا تستطيع مختلف مجامع أو معاجم الكون ومجامع الأرض أن تتكلم به أحياناً العين والنظرة تتكلم ما يعجز عنه اللسان أحسنت كثيراً يا قاسم وأجدت وأمتعت وأبدأت وأشجيت وأدمعت دموع قلوب كثيرين بهذه القصيدة الموفقة كثيراً شكراً وهذه العينية التي يعني فيها انسجام ما بين الدمعة وما بين حرف العين اختيارك هذه القافية فيه تماس مباشر مع العين التي تنزف الدمعة شوقاً للأم من الولد أو شوقاً للابن من الأم أحييك على هذه القصيدة وأكيد كثيرون يشاطرونني هذا الرأي قبل أن نختم يا قاسم رسالة لبلد تحبه سوريا الوطن العربي الكبير ماذا تقول من أجل سوريا من أجل الأمة مجتمعة حتى يعم الأمن والأمان والطمأنينة والسلام ويعود الوئام بين أبناء الوطن الواحد في كل مكان رسالتك من أجل سوريا ماذا تقول من أجلها الله يا صديقي هذه أكبر آمالي أن يعود الوطن العربي كما كان قوياً عربياً حقيقياً رسالتي من أجل السلام التي حملها كثير من الشعراء قبله محمود درويش وإنزار قباني والكثير عمر أبو ريشة والكثير من الشعراء نرجو أن يعمل السلام في هذه الأرض التي أشبعت بالحزن يا السلام نرجو أن يتحقق هذا سلام لسوريا سلام لبغداد سلام لصنعاء سلام للقدس سلام للقاهرة سلام لكل العواصم العربية لكل الوطن العربي على امتداد الخريطة العربية الواحدة والواسعة التي لا تقبل التجزئة سلام للكل العربي المتوحد وإن فرقت بينه الحدود المكتذبة والمصطنعة إلى قصيدة لم تأتي بعد ماذا تقول بحق القصيدة؟ أنا أسألك عن قصيدة لم تكتبها ماذا تقول حتى تأتيك من بعد تمنع؟ هذه القصيدة أنثى بحجم الغياب أنا كنت عاهدت أحدهم بأن أكتب ما لم أكتبه من قبل وأنت قادر على ذلك وأنا واثق يا قاسم أن القادم سيكون أجمل وأنك ستكتب ما لم تكتبه من قبل وستكتب القصيدة التي تتفوق بها على نفسك أولا وعلى كثيرين ممن يكتبون بهذه اللغة المنسابة وهذه المشاعر المتدفقة بكل محبة للإنسان أولا وللحياة أولا وأخيرا في ختم هذه الحلقة ماذا تحب أن تقول يا قاسم؟ في النهاية أحب أن أشكركم طبعا شكرا جزيلا لكاذر قناة الرافدين ولك صديق العزيز شكرا لك على تشريفك ولجميع الناس اللي وقفت مع السوري بشكل عام لأنه السوري شاف الموت بشتى أنواع صراحة بسم الله أن يهون عليكم وأن يخفف عنكم وأن يزح هذه الغمة وأن يعيد توحيد كل الأمة شكرا لك قاسم العاني مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد إن شاء الله في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم وحتى ذلك الحين أكون مني أطيب الثمانية دائما وأبدا كونوا في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة